يقول الشافعي بلغني أن أكثر من ثمانين من الصحابة لهم أوقاف معروفة مشهورة في مكة والمدينة ولهذا قال عبد الله بن جابر الأنصاري ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف وفي رواية إلا وقف لأن كان من حرص الصحابة من حث النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال الصحابة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جابر الأنصاري ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ولهذا أوقافهم معروفة مشهودة كان من حرص الصحابة لأن الله تبارك وتعالى جعل لهم من الأعمال وهذا فضل من الله تبارك وتعالى جعل لهم في عمل الوقف أجر في حياة المسلم وبعد ماماته فكيف ما يكتسب هذا الأجر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولهذا حرص الصحابة والتابعين وما بعدهم في كل العهود الإسلامية كل من فهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم وحث النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة والصدقة الجارية والوقف على وجه الخصوص أن لا يخرج من هذه الدنيا إلا له وقف